سلام عليكم قصتنا ليلة صراحة من القصص الغريبة وقصة فيها عبرة عظيمة جدا لذلك قبلنا نبدأ في سرد أحداثها القصة لا تنسوا أن تدعمونا باللايك بارك الله فيكم القصة اللي أسلمكم من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع فيها رجل ينقال له أبو محمد أبو محمد هذا الله سبحانه وتعالى أرزقه بأربعة من الأبناء الذكور الولد الأخير اختار له اسم فهيم لعل وعسى أن هذا الولد يطلع في يومه من الأيام فهيم وهذا الرجل أبو محمد يسكن في إحدى القرى القريبة من محافظة دمشق والكلام تقريبا في بداية الثمانينيات تروح الأيام وتجي الأيام بدأ والأبناء يكبرون اللي دخل على المدرسة وكف تعليمه اللي ما فلح في التعليم وفي الدراسة اتجه إلى الأعمال الحرة أما بالنسبة لبطل قصتنا الليلة اللي هو فهيم فهيم دخل في المدرسة وفي البداية كان فعلا طالب يعني قدر يثبت جدارته في المرحلة الابتدائية لكن لما دخل في المرحلة الإعدادية وبدأ في بداية سن المراهقة تعرف على شلة من الأصدقاء المنحرفين اللي كل النهار ناطين من فوق سور المدرسة وهربانين ويسببون المشاكل الأهاليهم هذا أولا تفهيم لما وصل إلى المرحلة الإعدادية أو الصف التاسع فمعروف الصف التاسع كذلك من المراحل المحددة لحياة الشخص إما يحصل على علامات عالية أهل الدخول إلى المرحلة الثانوية ونواهنا إلى هذا الموضوع في كثير من القصص اللي رويناها سابقا هذا الشاب فهيم حصل على علامات أهل الدخول في الثانوية الصناعية ودخل في الثانوية الصناعية في إحدى البلدات المجاورة لها القرية وصار يروح على الثانوية الصناعية بفرع الكهرباء لأنه الثانوية الصناعية فيها على ما أذكر تقريبا ثلاث فروع الكهرباء والإحدادة وفرع ثالث والله ما عد أنا منذكره المهم هذا دخل اختصاص الكهرباء وصار يداوم ويروح ويجي والثانوية الصناعية معروف فيها دروس عملية بالإضافة إلى الدروس النظرية يعني الطالب قد من كان حيشة من يسمع طشمة وما يفهم وما يستوعب من خلال الدروس النظرية على الأقل يلقط له كم شغلة من خلال الدروس هذه العملية المهمة تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر وهذا خلص المرحلة الثانوية لكن رصب في البكالوريا وحصل على علامات متدنية جدا وفي النهاية ما قدر يحصل على شهادة البكالوريا لكن في نفس الوقت فهيم هذا تعلم كثير من الشغلات في الكهرباء والتمديدات الكهربائية كهرباء المنازل وكهرباء السيارات يعني فكرة عامة مثل ما تقولون وبعد ما خلص من المرحلة الثانوية هذه وفشل دراسيا في عنده واحد من أقاربه يعمل في مجال الكهرباء كهربجي فأبوه لما شافه ما أفلح في الدراسة أو عنده فكرة عن الكهرباء ويقوم يروح يسولف قرابته هذا قالوا عنه الولد هذا طلع فاشل في الدراسة لكن عنده فكرة عن الكهرباء اش رأيك تشغله معاك قالوا ان شاء الله هذا الولد فهيم قالوا ايه فهيم قالوا اشغله معاي بس بشرط ما يسوي لي مشاكل قالوا الولد هذا انشهر بالمشاكل في القرية قالوا ابدا لا يسوي لك مشاكل ولا من يحزنونه واذا سوى لك مشكلة تحط السلك الحامي والبارد عليه وكهربوا ابدا معاك صلاحية كاملة وابوه فهيم مسك فهيم وقالوا اصحك في يوم من الأيام الرجل هذا ابو محمد يشتكي منك ترى انا معطيه الصلاحيات الكاملة اضبط وخلك رجال وخلينا نشوفها الكهربجي بيوم من الأيام فهيم قال ليس الا وبدأ يشتغل مع الرجال هذا ابو محمد فيها الورش اللي ياخذها اللي هي بيوت وعمارات وشوي شوي الولد بدأ ينمي مهاراته وخبراته في الكهرباء وتروح الأيام وتمر الأشهر وبعد حوالي سنتين زمان هذا فهيم اقلب 180 درجة ما عاد هو فهيم صاحب المشاكل وأصلا ما عاد هو فاضل المشاكل هذا ابو محمد الورش اللي ياخذها كلها في مناطق بعيدة وبما أنه هالمناطق والقرى اللي يشغلوا فيها بعيدة فلازم يصحى الرجال بكير ومعه طلعة الشمس يركبون هالسيارة ويروحون على هالورشات ومن ورشة إلى ورشة وتعرفون ورشات الكهرباء أو المنازل قيد الإنشاء وخصوصا الكهرباء ما تخلص يعني خلال شهر ولا شهرين أحيانا يطولون في البناء يأخرك بعض الإنشائيين فيضطر أبو محمد يتنقل بين هالورشات خلال اليوم الواحد وفهيم هذا اقلب فهيم فعلا وصار أبو محمد يعتمد عليه في غالبية العمل يحطه فيها الورشة وبدأ فهيم ينجز وصار يشتغل وأموره صارت عال العال فهيم كبر وصار تقريبا في منتصف العشرينيات من عمره وبعد مرور هالخمس ست سنوات على فهيم وهو يشتغل فيه الكهرباء وسمعته تعدلت والناس يعني مثل ما تقولون نست سيرته القديمة وصار له احترامه وأصدقاءه وصار فهيم الآن في سن الزواج وفي يوم من الأيام فهيم هذا يتعرف على فتاة خريجة معهد إعداد مدرسين ومدرسة في إحدى القرى وهذا أبو محمد ما أخذ ورشة بجانب منزل أهل المدرسة هذه وبالظاهر حصل استلطاف وإعجاب ما بين فهيم والمدرسة اللي اسمها لمياء لمياء فتاة على قدر لا يستهان فيه من الجمال ومن عائلة بسيطة ومتواضعة جدا والورشة هذه طول فيها الشغل على اليوم وبكرة وبعد بكرة وصاحب الورشة صار يطلب تمديدات وإنارة وشغلات يعني طولت معاهم وهذا فهيم الله يسلمكم يشوف البنت وهي طالعة من البيت الصبح ويشوفها وهي راجعة نهاية الدوام وبالظاهر أشر لها على رسالة على مكتوب والبنت كذلك أعجبت بشخصية فهيم فهيم كان شخصية وجسم وشاب تتمنى كل فتاة في المظهر المهم ما لكم بطول صيرة هذا فهيم حصلت علاقة حب بينه وبين لمياء وهذا تلاقيه طاير من الورشة وطالع وداخل وحاط أسلاك الكهرباء وسعي يطلع على السطح وسعي يطلع على البلكونة ومثل المكوك الحايك ويوزع ابتسامات على لمياء ولمياء صارت كذلك تتحجج أنها تنشر الغسيل تفتل حوالها البيت ومعروف في القرى تكون العائلات محافظة والأخبار تنتشر مثل النار في الهشيم وهذه البنت كانت حذرة من أنها تشوفها واحدة من بنات الجيران ولا واحدة من نسوان القرية أنها تتبادل النظرات هي والكهربجي هذا فأت صير صيرتها على كل لسان ومات خلص من لسنة الناس المهم في يوم من الأيام ويتبادل هو إياها أرقام التلفونات وصار يتصل عليها كل يوم والثاني صباح الخير مساء الخير أنا حبيتك وهذا فعلا الشاب فهيم حب البنت ورايدها على سنة الله ورسوله فاتحها في موضوع الزواج والبنت أعطته الموافقة وقالت حياك الله باب بيت أهلي مفتوح ويجي فهيم على أبوها ذاك اليوم وقال يبا أنا ودي أتزوج وليقيت العروس المناسبة طبعا أخوان فهيم تزوج وكلياتهم ما ظل أن له بما أنه هو آخر العنقود قال والساعة المباركة مني سعيدة العظ يا لولا تعرفت على فتاة في إحدى القرى في القرية الفلانية بنت أبو فلان وأهل القرى عادة في غالبيتهم يعرفون بعضهم أو يعرفون العائلات وعائلة لمياء هذه من العائلات المعروفة يعني اسمها معروف بينها القرى وقالوا الساعة المباركة ويقومون يكدون الجاهها ذاك اليوم على أبو لمياء السلام عليكم وعليكم السلام طلبوا البنت والجماعة وافقوا بدون أي شروط بما أنه الشاب يعمل كهربائي وأحواله المادية يشبه مستقرة وصار بعض المرات يأخذ شغل على حسابه والأمور على ما يرام حدد وموعد الزواج بعد حوالي ستة أشهر لأنه فهيم ودي يعمر له غرفة واللي غرفتين بجانب منزل أهله ويعيش هو وزوجته وفعلا هذا اللي حصل فهيم بدأ يجيب مواد البناء ويعمر الغرفة وبجانبها مطبخ وحمام وكذا يعني سواله شقة صغيرة بجانب منزل أبوه خلال هالستة شهور وكانت الأمور جاهزة ويتزوج هذاك اليوم فهيم من لمياء وساوه وعرس حضروا كل أبناء القرية وعاش فهيم ولمياء أول أيامهم مثل السمنة على العسل لكن بعد فترة منزما بدأ يكتشف فهيم أنه البنت عندها شوفة حال وهو خلال الاتصالات السابقة بينه وبينها يعني ما قدر يكتشف أطباعها ويشوف هل البنت أخلاقها سيئة هل عندها أطباع ما هي زينة هل الأفكار متقاربة لكن تعرفون في العلاقات دائما الحبيب ولا الحبيبة يخفون عن بعضهم الكثير من الأمور وهالأمور هذي ما تنكشف إلا لما يصيرون تحت سقف واحد والواحد قد منخبه يخبي له شهر وشهرين ثلاث بعدين لازم الإنسان يظهر على حقيقته وفيه مثلا يقول تعرف فلان نقول نعرفه ويقول لك عاشرة وتقول لا يقول لك معناته ما تعرفه فمن خلال العشرة نكتشف أطباع الأشخاص وأخلاقهم المهم بعد مرور فترة منزمة شهر ولا شهرين زمان اكتشف فهيم أنه البنت قاعدة تعامله بفوقية وأنها شايفة نفسها عليه كمدرسة وهو من خلال الأحاديث اللي صارت والآن صارت زوجته فاكتشفت أنه فاشل في الدراسة لكن الآن هو صاحب مهنة كهربائي وأصلا خلال السنوات اللي مرت فهيم صار معلم درجة أولى في الكهرباء والشهادات مو كل الأحيان تكون مقياس لأنك تقيس الشخص عليها في كثير من الأشخاص يحملون شهادات لكن على أرض الواقع ما يقدرون يتعاملون مع البشر أو ما يعرفون يتعاملون معهم بمقتضى الشهادة اللي يحملونها وحاول فهيم في البداية أنه يطنش هذا الموضوع ويحاول بنفس الوقت يثبت لها العكس لكن البنت صارت تشوف فهيم يجي تال النهار على الرغم من أنه ثياب الكهربائي ما تيجي من التسخة زيادة يعني ممكن تتشقق وهو طالع وهو نازل على السلم يطلع على سطح يطلع على جدار والبنت هذه مدرسة على أساس وظلت مستمرة في وظيفتها والظاهر لم ياء أنها تندمت على هذا الزواج لكن اللي حصل بيناتهم أنه لم ياء من الأشهر الأولى كانت حامل وبعد تسع شهور وتجيب بنوتها البنوتة هذه ما شاء الله تبارك الله مثل القمر وسمى والبنت قمر وشايفين هالبنت وما هم مصدقين ومن إيد جدها إلى جدتها إلى أعمامها والجماعة مبسوطين وما عندهم قطعة من الشيطان لكن بعد ما جتها البنت بدت المشاكل تحصل بين فهيم ولم ياء ومشاكل بسيطة وتافة لكن بدت تتراكم شوي شوي وفي هالفترة فهيم ما كان فاضي للمشاكل اللي كانت تسويها معالميا الرجل استقل عن معلمه السابق أبو محمد وصار ياخذ شغل على حسابه وبدأ يكتسب شهرة شوي شوي سرعة في التنفيذ واتقان في العمل وفعلا صار اسم على مسمى فهيم الكهربائي وصارت الناس تطلبوا بالاسم والرجال يطلع من الصبح ما يرجع البعد صلاة العشاء على البيت وتمر الأيام والأشهر والسنين وما زالت المشاكل تتراكم بينه وبين المياه وهو يقول بكرة المرة تنصلح وبعد بكرة تنصلح وهذه ما زالت مدرسة يعني ما ترقت في وظيفتها ولا أصبحت مديرة ولا أصبحت موجهة ولا توظفت في مديرية التربية مثلا لحتى تتكبر على هذا الرجل لكن خلاص الفكرة هذه مزروعة براسه أنه هي مدرسة ومربية أجيال طبعا المدرسين ومربين الأجيال لهم كل الاحترام والتقدير لكن البنت هذه شايفة نفسها على رجل قاعد يسعى بالليل وبالنهار لأجل يأمن لقمة العيش ويأمن متطلبات المرأة هذه وكانت تطلب منه كثير من الأمور على مكياجات ولباس وفساطين وروحات وجيات وفهيم أصبحت أحواله المادية فوق الريح ويقوم يبني له منزل من هالمنازل الحلوة اللي يتمناها كل واحد في هالقرية وصار ياخذ ورش كبيرة عمارات مؤلفة من عدة طوابق وصار عنده طاقم كامل للعمل ست سبع عمال ومن الصبح يوزعهم على هالورشات وهذه منكدة حياته حياته أصبحت الصبح نقار قبل ما يروح وما يروح على الشغل ولما يجي تال النهار يتناقر هو إياها والمرأة هذه أمرها عجيب وغريب وما هو معجبها شي لا هو معجبها فهيم ولا هو معجبها فقط أنه فهيم جيبته مليانة فلوس واللي تطلب ويحضر حتى البنت قمر صارت تتميل لأبوها أكثر من أمها وتشوف أبوها أنه يحاول يعني لا يمد يده على أمها لا يغلط عليها يحاول يساير الأمور لعله وعسها المرأة تبطل المشاكل مشاكل يعني من ولا شيء على ليش متأخر وليش كذا وليش لكن بدون مبررات وهالمرأة شنو صار للعقل هم أحد عرفان المهم بعد مرور فترة منزما والبنت أصبح عمرها تقريبا عشرة إلى 11 سنة ويصحى هذاك اليوم فهيم قال يا عمي أنا لوي ما تم قضي هالحياة الصبح لما أطلع أتناقر أنا وياها يعني تصير مشكلة وتال النهار لما أجي ألاقي مشاكل قالها يا بنت الناس حبل هالود اللي بيني وبينش ينقطع وأنت من طريق وأنا من طريق وحاجة عاد شايفة نفسك علي كل هالسنين ودش تشوفين نفسك روح يشوفي نفسك عند أموك وأبوك وما خليت حيلة ووسيلة أني أرضيك ما قدرت البنت قالت بن ناقص منك ومنها العيشة والضب حقيبتها هذاك اليوم وتأخذو لها شوية ملابس وتروح على أهلها خير يا لم يا قالت خلاص الحياة بيني وبين هذا فهيم ما عاد تستمر خير شنو اللي صاير قالت خلاص الرجال أنا ويا ما في تفاهم أبدا حاولوا يدخلون أهل فهيم وأهل لم يا لحل الموضوع فهيم قال لهم خلاص اللي بينه وبينها انتهى أما بالنسبة للبنت قمر البنت هذه فضلت إنها ظل عند أبوها وحتى لم يا ما كانت مدورة على البنت إذا جت معاها ولا ما جت معاها وظلت قمر عايشة عند جدها وجدتها وبعد مرور فترة من الزمن من طلاق فهيم ولم يا بدأوا الأهل كالعادة ينقون على فهيم يا فهيم لازم تتزوج الحياة ما توقف عند لم يا والنسوان 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 كلها مثل لم ياء لقي لك بنت حلال لما تيجي على البيت تلاقي لك لقمة نظيفة قالهم أبدا الآن ما ودي لا أتزوج ولا من يحزنون ولا عدد جيبوا لي هسيرة أبدا ومرت سنة وسنتين وثلاث وكل فترة والثانية أقاربوا أهلوا يا فهيم تزوج يقولهم ولا ممكن أتزوج فهيم كان خايف من زوجة الأب هو بنفسه أنه يتزوج لكن يقول لك صار يحس بحساب البنت هذه يقول لك بكرة أجي بالها زوجة أب تسبب لها مشاكل وأنا بغنى عن وجع الراس وهالمشاكل هذه لأنه فهيم عنده عم متزوج زوجة ثانية وعنده أبناء من الزوجة الأولى المتوفية والمرأة هذه مسودة عيشة الأبناء والبنات لذلك فهيم كرس حياته لأجل البنت هذه البنت قمر كانت طالبة مجتهدة في المدرسة وقال لك خلاص الآن خلي البنت الحد ما تكبر وتوعى وتقدر تدافع نفسها على الأقل في حال تزوجت وبعدين لكل حادث حديث وتروح الأيام وتمروا الأشهر والسنين وفهيم التفت لأعماله وأشغاله وصار يأخذ مثل ما قلنا ورشات كبيرة وشغله على حسابه وصارت العمال اللي عنده بدل السبعة ثمانية صاروا خمسة عاش إلى عشرين وصار يجمع منها الفلوس وصارت عنده أراضي وعقارات ويقوم كذلك يبني بعض البيوت ويأجرها وأحواله المادية صارت فوق الريح البنت قمر كانت متفوقة جدا في الدراسة وهي تكبر وتزداد جمال خلصت المرحلة الإعدادية وخلصت المرحلة الثانوية وحصلت على علامات عالية ودخلت في الجامعة كلية الحقوق والبنت كان حلمها أنها بيوم من الأيام تصبح محامية ولا قاضية وفعلا البنت أثبتت جذرتها في الدراسة وفي هالوقت فهيم صار تقريبا في منتصف الأربعينيات ومرت هالعشر سنوات من عمره ما عرف في شلون الأيام تمره بسرعة وهو منتبه لشغله وأعماله والبنت كبرت صارت في مرحلة الجامعة وبدأ يفكر فهيم في موضوع الزواج وأنه ممكن يفتح صفحة جديدة مع النساء بعد ما لم ياء قرفته النساء لكن لم ياء هذه شون صار معها خلال العشر سنوات هذه لم ياء الله يسلمكم عندها أربع خمس أخوان أكبر منها والكل تزوجوا وعندها أخوات ثنتين كذلك تزوجا وأبوها وأمها توفي ورحمة الله عليهم وهذه لما تطلقت من فهيم رجعت قعدت مع أخوانها وأخوانها هذول كلهم متزوجين وعندهم نسوان كل وحدة حية رقطة ويتآمرا على البنت هذه لا يخلن ليلها ليل ولا نهارها نهار ولا يخلنه تاكل وتشرب مثل الخلق والبشر خلم حياتها سودة وشوفنها نجوم الليلة بعزها ظهر ومرت على هالحالة تقريبا خمسة إلى ست سنوات بعد طلاقها من فهيم ويقوم يتقدم الخطبتها المستخدم اللي يعمل فيه المدرسة الموظفة فيها المستخدم احنا عندنا في سوريا نقول له آزن المدرسة هذا الرجل طبعا الشغل ما هو عيب لكن هذا الرجل عمره تقريبا في الخمسينيات من عمره وشغلته بعد ما تطلع الطلاب من المدرسة ينظف وراهم المقاعد يكنس الصفوف صالات التدريس يدير باله على المدرسة يعني يفتح أبواب المدرسة في الصباح ويسكرها نهاية الدوام ويسوي قهوة وشاي لكادر التدريس فهذا تقدم لخطبة البنت من واحد من إخوانها والبنت مباشرة وبدون أي شروط وافقت لأنها كانت عايشة حياة أسود من القطران عند نسوان إخوانها وإخوانها هذوله كل من صاف ما عمرته وما حدا من تبهلها وصارت تعض أصابعها ندامة على المشاكل اللي كانت تسويها الفهيم وصارت تذكر الأيام أيام العز وأيام الرخاء وأن الرجل ما كان مقصر معها لكن الندامة ما عادت فيد وتزوجت لمياء على ذرة كان هذا الرجل متزوج من زوجة قبل منها وأحواله المادية رجل مستور لا طالب ولا مطلوب لكن الحياء اختلفت 180 درجة عندها المهم نرجع لصاحبنا فهيم صاحبنا فهيم صار يفكر في موضوع الزواج بشكل جدي وصار يحاول يعني ينقلوا امرأة تكون يعني مناسبة لعمره بما أنه تعدى الـ 45 46 يعني مثل ما نقول صار في حيطان الخمسين في يوم من الأيام ويلتقي فهيم بصاحب قديم له كان يشتغل معاه في ورش الكهرباء هذا الرجل ينقاله أبو مريم أبو مريم هذا تقريبا بالعمر من جيل فهيم واشتغل معاه قبل تقريبا 20 إلى 22 سنة في إحدى الورش وهذا أبو مريم جاب له أكثر من ورشة كهرباء الفهيم بعد ما استقل عن معلمه أبو محمد وفي صداقة قديمة لكن افترقوا وفرقتهم الأيام وكل من صار بديره في يوم من الأيام في إحدى الورش ويلتقي بأبو مريم سلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله أبو مريم يا حي الله فهيم وين هالغيبة شنو الأخبار شلون الأمور المهم تلاقوا هذول بعد مدة طويلة من الزمن وين صارت أيامك وبدوا يسألون عن أخبار بعضهم وهذا قالوا تزوجت وطلقت وعندي بنت وانت شنو سويت قالوا كذلك أنا تزوجت وعندي بنات ثنتين وحدة متزوجة ووحدة ما زالت عزبة وانت يا فهيم قالوا أنا عندي بنت الآن طالبة جامعة وقد الدنيا وكم سنة زمان تصير البنت محامية ولا قاضية المهم تعارفوا هذلك اليوم واعزموا بعضهم وخذوا عنوين بعضهم وخلينا نشوفك وخلينا نشوفك المهم مفترقة وكل من راح في حال سبيله هذا أبو مريم الله يسلمكم عنده بنات ثنتين الكبيرة مريم متزوجة وعمرها تقريبا بالخمسة وعشرين سنة أما البنت الصغيرة كان اسمها عذراء وعذراء هذه ما شاء الله تبارك الله بنت آية من آيات الجمال الطول العيون الكسم المشي لكن البنت كان عندها مشكلة من وهي طفلة صغيرة البنت سمعها ثقيل وبالمعنى العامي طرشة يعني ودك تعلي صوتك إلى درجة كبيرة لحد ما تسمعك البنت وهذه عذراء كل ما يشوفها واحد في الشارع من خارج المنطقة والحارة اللي ساكن فيها ينبهر بجمالها ومباشرة يسأل البنت هذه بنت منه فيروح يتقدم الخطبتها وبعد فترة يكتشف أنه البنت هذه ما تسمع وسمعها ثقيل فيتم فسخ الخطوبة وكل من يروح في حال سبيله وتقدم لها عشرات الأشخاص أول ما يشوفون هالطول وهالجمال مباشرة يسألون بنت من وأبو مريم وأم مريم مرت عليهم معاناة طويلة ما خلوا دكتور ما خلوا طبيب أنهم يلاقون علاج لهالبنت قالوا ما في إلا علاج وحيد أنهم يزرعوا لها حلزون في الأذن والعملية هذه مكلفة جدا والجماعة الأحوالهم المادية يعني على قد الحال صحيح هذا يشتغل في نجارة الباطون والتعاهدات لكن الرجال ما جمعوا فلوس وكانت تتروح الفلوس هذه اللي جمعها مصاريف أول بأول والعملية مكلفة وما قدروا يسوون شي لها البنت وكل ما يجي خطاب ويكتشف المشكلة يبطن عن البنت وأصلا البنت صارت معروفة في الحارة والمنطقة أنه البنت طرشة لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما أعطيه جمال لا صار ولا تصور المهم في يوم من الأيام قرر فهيم أنه يزور صديقه القديم أبو مريم ويتصل عليه هذاك اليوم والكلام تقريبا عام 2007-2008 ويتصل فهيم هذاك اليوم على صديقه ويجي زيارة لعنده السلام عليكم وعليكم السلام وبدوا يسترجعون أيام الذكريات والأيام اللي قبل 15 إلى 20 سنة وكيف كانت الأيام وكيف صارت وكيف كبره وصار يبين الشيب فيهم وصاروا فيه حيطان الخمسينيات وهذا رجال أبو مريم صاير معاه بعض الأمراض ديسك وروماتيزم بسبب الأعمال الشاقة اللي كان يشتغلها إنجارة باطون وتحميل وتنزيل وخشب ومنها السوالة المهم فهيم ويلمح البنت هذه أول ما شاف البنت البنت طيرت عقله أول مرة يشوف بنت بها الجمال والبنت ما شاء الله إحني مشيتها راكزة وعندها نظرات وعندها حركات فهذا صاحبنا فهيم طار عقله فيها وأعجب فيها من النظر الأولى البنت مرقت من قدامهم على عجل ودخلت على المطبخ وصار يفكر فيها انتهت الزيارة هذاك اليوم على خير لكن فهيم حط البنت بباله وصار يفكر يحسب عمرها قديش ما قديش عمرها حط لها عمر تقريبا بعمر بنته هذه قمر طالبت الجامعة لكن قال لك يعني العمر ما يعيب الرجل وحتى لو أنا أكبرها يعني 20 22 23 سنة حد 25 سنة ما في مشكلة يا سيدي المهم علقت السنارة هذاك اليوم وفهيم صار كل يومين ثلاثة يتصل على خويه أبو مريم سلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير مساء الخير والبنت تهفف من قدامه طالعة رايحة جاية حصل بينه وبينها استلطاف ويقوم هذاك اليوم يتجرى ويطلب البنت من صديقه أبو مريم قالوا يا أبو مريم أنا رجال ما عندي لفه دوران وأنا صراحة ناوي على الحلال ورايد بنتك هذه على سنة الله ورسوله قالوا حياك الله أحسن منك ما نعطي لكن يا صديقي أبو قمر أتعرف أنت البنت اللي ها رأي الأول والأخير وصراحة يعني البنت شوفت عينك فيه فرق بالسن بينك وبينها يقالوا أين كان الفرق بالسن بين الرجل والمرأة ممكن يخرب الزواج والبنت والله لأخليها تعيش عيشة عيشة الملكات وأنا عندي كذا وفعلا فهيم عنده أموال وعقارات ومعمر له أكثر من عمارة وأموره المادية فوق الريح قالوا والله لا أدللها دلال لا صار ولا تصور قال ماشي خلينا شاور البنت وبعد يومين ثلاثة نرد لك خبر أبو مريم وأم مريم قعده بعد ما راح صديقه هذا فهيم وبدأوا يتناقشون في هالموضوع قال لها يا بنت الناس شوفي البنت يا مخطبوها شباب وبطلوا عنها والبنت فيها مشكلة وهذا الرجال راح يعيشها عيشها لا صارت ولا تصورت وعلى ما أظن ما راح يجيها عريس وهي بهالحالة هذه ما عذا راح يأخذها وبكرة أحنا يعني بعد عمر طويل راح نموت والبنت لما ندهضل المهم امسكوا والبنت هذاك اليوم وشاوروها في الموضوع البنت كان لها كيف لأنه فهيم كان على طول مشد شد حاله ومضبط أموره ومتشيك آخر أناقة البنت ما عارضت وقالت اللي تشوفون وأنا ما عندي مشكلة ويجيهم فهيم بعد ثلاث أربعة أيام ها بشرة والأخبار والعلوم قالوا والبنت موافقة لكن عندنا شروط شين الشروط يا جماعة الشرطة وقبل لا تشرطون أنا موافق على كل الشروط قالوا لا يا أمي اللي أوله شرط آخره رضا أحنا صراحة وودنا نأمن على مستقبل البنت وعنت عندك إخوان وأبناء إخوان وعندك بنت وصراحة أحنا ما وودنا تقع بنتنا مع بنتك بالمشاكل وهنا بنات تقريبا من جيل بعضهم فأحنا درءا للمشاكل يعني شنو ليضمن أنه بنتك بكرة ما تمسك البنت هذه وتسوي لها مشاكل قال أبدا بنتي ما عندها مشكلة في الزواج وبعدين البنت صارت على وشك التخرج آه سنة سنتين زمان وتصير محامية قد الدنيا وتتزوج وتروح في حال سبيلها هذا ما هو مشكلة الطلب الثاني قالوا الطلب الثاني وودنا تسجل لها المنزل اللي رح تسكن فيه بسمها يا جماعة ليش قالوا والله هذا طلبنا وودنا كذلك تخط لها مؤخر وقدره خمسمائة ألف لرسوري يا جماعة يطولكم يقصركم الحمد لله خيال الله واجد بس أنت وطلباتكم يعني حملتوها زيادة قالوا والله مستقبل البنت قبل كل شيء وما تعرف الدنيا قضاها بلاها يا أبو قمر وأذا أنت موافق على الشروط حياك الله أبو قمر قال لك البنت هذه جمالها ما يتفوت ولا ممكن تصير لبنت بجمالها وخليني أعوض هالسنوات اللي مرت هذه وأعيش حياتي من أول وجديد مع زوجة شاب بنت 14 قولات اللي يقولون ويقوم يوافق على الشروط مباشرة إن قال ما عندي مشكلة أبدا البيت جاهز وإيمة ما ودكم نحدد موعد الكتاب واللي ودكم يا يصير بيش روبعزكم ويحددون الموعد بعد ثلاث أربعة أيام يوم خميس على أساس يعقدون العقاد يعني ويجي فهيم على بنته قمر قال هي ابنيتي ترى شوفي أنا يعني صار اللي فترة منزمة سنين وأنا مكرس حياتي لأجل أني ما أسبب لش مشاكل والآن أنتي أصبحت صبية وطالبة جامعة وراح تصيرين محامية فصراحة أنا ودي أشوف حياتي يا بنتي ودي أتزوج قالت ليش يا بابا أنا شنو مقصرة معا كل بنت طبعا صارت تطبخ وتنظف وتغسل وقائمة بواجبات هالبيت من أحسن تجامعتش وبكرة تتزوجين وتصير عندش أسرة وأنا خليني أشوف حياتي قالت أبدا إذا هذا الأمر ريحك أحل على قلبي من العسل قالها لكن فيه مشكلة صغيرة جدا شنو المشكلة يا بابا قال لها العروسة رح تيجي تسكن معانا في البيت والعروسة هذه تقريبا من جيلش أكبر منش بسنة يا بابا شنو تقول قالها والله هذا اللي صار أنه رح ياخذ عروسة من جيل بنته وحاولت أنها تستفهم الموضوع وليش وما ليش لكن في النهاية شافت أنه أبوها سعيد جدا بهذا الزواج وأبوها بعدين ما هو ليد صغير يعارف يتخذ القرار المهم ويروحون هذلك اليوم على الموعد أبو قمر وبنته على أبو مريم ويعقدون العقاد ويروح فيه اليوم الثاني يسجل البيت باسمها ويكتب لها المهر المطلوب في المحكمة وخذوا الجماعة أسبوع زمان عشر تيام على بين ما عذراء اتجهز نفسها كعروس لكن اللي حصل أنه أبو مريم وأم مريم ما بلغوا وفهيم أنه البنت عندها مشكلة في السمع وخلوه على وجهه بعد ما عقده والعقاد أبو قمر أول شغلة سواها جاب تلفون العذراء وخط وصار يتصل عليها كل يوم الثاني ويسولف هو إياها على بعض التفاصيل شنو جبتي شنو سويتي والأمور ماشي بشكل طبيعي البنت لما تسولف تحط التلفون على أذانها تسمع بشكل طبيعي لكن المشكلة لما تنادي عليها وتكون بجامك وتسولف معها البنت سمعها ثييل جدا المهم ما لكم بطول سيرة جهزة الأمور ويتزوج هذاك اليوم فهيم من عذراء وجابها لعنده على هالبيت وكان هذاك اليوم أسعد إنسان على وجه المعمورة وكل من شاف العروس هذه حسد أبو قمر على هالعروسة الجميلة لكن فهيم هذا أول ما دخل على غرفة النوم هو والعروسة الجميلة بدأ يسمعها بعض كلمات الغزال وشوها الجمال وشوها الطول وأنا أسعد إنسان وأنا البنت لا حياتها لمن تنادي يعني ما هي مبدية ردة فعل لا ابتسامة لا هي خجلان البنت نوعا ما لكن ما في ردة فعل على الكلام اللي قاعد يقوله قال لك يمكن مستحية يمكن مستغربة يمكن ليس إلا يعني هذا حال كل عروس أو غالبية العرايس أول ليلة تكون أمورهم مختلفة المهم في صباح اليوم الثاني الصحة فهيمة من الصباح وبجانبه هالعروسة صحة صباح الخير البنت ما ترد ولد صباح الخير البنت لا حياتي اللي من تنادي ما هو عرفان شنو السالفة ما هو خاطر على باله أنه البنت ما تسمع أنه لازم يصيح ويسمع الجيران لحد ما تسمع المهم بصعوبة بالغة صباح ذاك اليوم قدر يتفاهم هو إياها وقال لك يمكن البنت عندها ألم في الأذن عندها مشكلة معينة ما هو خاطر على باله وسالفة أنه البنت طرشة وما تسمع تسمع لكن بصعوبة بالغة المهم مضى هذاك اليوم على خير اليوم الثاني اليوم الثالث أسبوع زمان عشرة أيام البنت على حالها يظل ينادي تا تفقع مرارت وتا ترد عليها وبعد عشرة أيام يكتشف فهيم الورطة اللي وقع فيها والمقلب اللي أكلوه وبدأ يعض أصابعنا داما ويقوم يروح ذاك اليوم على أبو مريم يا أبو مريم بنتك ما تسمع يا أخي البنت شنو مشكلتها قالوا والله البنت صحيح ما تسمع لكن تسمع شلون ما تسمع وتسمع قالوا عندها مشكلة البنت من وهي صغيرة لكن إذا عليت صوتك شوي تسمع قالوا طيب يا جماعة ليش ما قلتولي ليش ما خبرتوني أنه البنت عندها مشكلة وأنت والآن غشتوني يا جماعة ومن غشنا فليس مننا قالوا والله هذا اللي جاك يا أبو قمر وإذا البنت ما هي معجبتك طلقها يا أخي فيه محكمة طلقها وكل ما نروح في حال سبيله قال يخرب بيتك من هالشي طلبت ومنزل ومتأخر عالي وذهب وشروط الله لا يسامحكم ويرجع فهيم يضرب أخماس بأسداس وصارت حياته مع البنت هذه جحيم واكتشف هو وبنته أنه فعلا البنت هذه ودك تجي تحط أثمك عند ذانها وتنادي لحتى تسمع وهذا فهيم ما هو عرفان شنو يديه يساوي أكلكم امرتب ويقوم يروح يسأل بعض المحامين عن القضية هذه إذا ودي يطلق وتجمعها غشوه ولما سألوه عن اللي حصل شلون صارت الخطوبة وشلون وصولف معاها وما صولف معاها قالهم كنت أصولف معاها على التلفون وشفت أمه وأبوها يصولفون معاها لكن ما انتبهت لهذا الموضوع أنه يعلون صوتهم في بعض الأحيان قالوا له والله يا فهيم السوالف هذه ما تنفع أصوابه ووكلته وقعد انتحر ودك تطلق ودك تدفع لها المؤخر والبيت هذا اللي مسجله باسمه البنت عندها سك بالبيت وهذا فهيم دخل فيه صدمة نفسية وصار يكره يجي على البيت لكن وين ودي يروح بنته عايش فيه البيت وعايش حياته كلها فيها البيت هذا وهذا البيت طبعا يسوى مبلغ خلينا نقول ثلاثة أربع مليون ليل رسوري حاط شقة عمره وصحيح عنده فلوس لكن المال يعادل الروح وهذول جماعة انصبوا عليه والبنت لا حياته لمن تنادي على مشاكل هو إياها ينادي عليها ما تسمع وأصبح فيه ورطة ومشكلة كبيرة شنو ودك تساوي ما شنو ودك تساوي وصار يصبر ويتحمل شهر شهر شهرين ثلاث أربعة سنة زمان وفي يوم من الأيام عام 2008 في عام 2008 كان فيه في سوريا تقنين للكهرباء يعني تنقطع الكهرباء في بعض الأيام في الأربعة وعشرين ساعة يقطعون الكهرباء ساعة ولا ساعتين على بعض الأحياء والمناطق وفيها ذاك اليوم كانت الدنيا شتوية وعضراء لما جهزت جهازها جابت معاها اللي هو الشرشف الكهربائي اللي يحطونه في السرير على أساس يساوي تدفئ للسرير أعتقد الكل يعرفوا والعروسة الجديدة هذه متعودة على شرشف الكهرباء قبل لا تدخل السرير وتنام تشغل وقبل بعشر دقائق ربع ساعة تدخل على الفراش الفراش دافي وهذاك اليوم تخطر على بال فهيم فكرة جهنمية علشان يتخلص من البنت بطريقة لا يخسر البيت ولا يدفع المؤخر ويقتل البنت بطريقة شيطانية بحيث أنه يبين للجميع أنه الجريمة يعني ما هي جريمة قتل وفاة طبيعية قضاء وقدر ويخطر على باله هذاك اليوم أنه يساوي مشكلة في شرشف الكهربائي هذا وهذا شرشف معروف أنه على كهرباء 12 فولت له منظم ويقوم يفصل هذا المنظم ويحول الكهرباء إلى 220 الكهرباء العادية وهذا على كهرباء 220 وكذلك يقوم يشيل العازل هذا اللي على الأسلاك الكهربائية شالها عن بعضها ويستغل وقت انقطاع الكهرباء المهم ويقوم يجهز الشرشف هذا بحيث أنه إذا جت ودها تتمدد وتنام مباشرة يحصل التماس الكهربائي وتتكهرب وتنتقل إلى رحمة الله عز وجل ولا من يشاف ولا من يندرى وفي هذاك اليوم كان يوم شتوي بامتياز برد وشتاء والبنت عندها محاضرات بعد الظهر البنت قمر المحامية محامية المستقبل عندها محاضرات وهذاك اليوم بعد ما جهز الوضع والكهرباء مقطوعة وتغدى هو وبنته وعذراء وعذراء هذي بعد ما تغدى لازم تفوت تاخذلها قيلولة في غرفة النوم والبنت هذي وتتروع على الجامعة وهذا حط الفيش بالكهرباء وقال لك بعد شوي تيجي الكهرباء الكهرباء مقطوعة وراح تدخل هذي على السرير ويا دار ما دخلت شر البنت ركبت وراحت على الجامعة وهو قال العذراء أنا رايح عندي شوية شغل ساعتين زمان ثلاث ساعات يمكن ما أرجع للمساء إذا تأخرت لا تستعوقيني ويغادر البيت هذاك اليوم على أساس أنه يرجع على عذراء ويلقيها جثة هامدة لكن شنو اللي حصل البنت هذي اتصلا عليها زميلاتها قبل لا توصل للجامعة وقالا يا قمر الدكتور اليوم ظاهر مريض ومعطل وما في محاضرة لذلك ارجعي على البيت أحسن ما تيجين بهالبرد وتقوم ترجع البنت على البيت أول ما رجعت على البيت عذراء ما كانت بخلصة الشغل في المطبخ ولا حتى ما أخذ القيلولة والبنت هذي متفاهمة هي وعذراء وعايشات حياة طبيعية بنات بجيل بعضهم وما في مشاكل بيناتهم وتدخل مباشرة هذي على غرفة نوم خالتها مرت أبوها على أساس أنها تشغل فيش الكهرباء جت على الفيش ولا الفيش الشرشف الكهربائي ولا الفيش محطوط بالكهرباء قالت لك أوه معناته الآن الفراش جاهز ودافي وتدخل فيه الفراش وهيها الدخلة البنت تدخلت وأصبحت مثل الخشبة تكهربت وتوفيت مباشرة وهذه عذراء بلشانة بالمطبخ وشغلة من هنا وشغلة من هناك وقالت بما أنا جات الكهرباء خليني أغسل خليني أكوي خليني أشغل الغسالة خليني عندها شوية شغل شوي ولا جاي يفهمه ولا يشوف عذراء فيه المطبخ قاعدة تطرقع بها الصحون وعندها شوية شغل وينادي عليها من بعيد ما تسمع ويجي على غرفة النوم على أساس يشوف شنو اللي صار خاف أنها شالت فيش الكهرباء خاف أنها اكتشفت ويتفاجئ بنته في السرير ويجي يركض عليها لما رفع الغطى عنها ولا البنت لا من إيدها ولا من رجلها ويركض على فيش الكهرباء ويشيله ويبدأ يصيح ويصرخ ودخل في حالة هستيرية وحصل معا انهيار عصبي وتفزع على صراخه عذراء عذراء رغم سمعها الضعيف والثقيل سمعت صراخاته هي بعيدة عنه في المطبخ وتفزع عذراء وتقول لك شنو الصوت هذي اللي أول مرة أسمعه بحياتي ولا البنت هذي متمددة بالسرير لا من إيدها ولا من رجلها وتطلع برا وتصرخ بالشارع وتفزع عن ناس وخير وشنو اللي صاير لما جو الناس ولا هذا الرجال داخل في حالة هستيرية أصبح مثل المجنون اتصلوا والجماعة مباشرة على الإسعاف وخبروا رجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت هذيك اليوم المهم لما جاي رجال الأمن وبدوا يشوفون جاي الطبي شرعي والبحث الجنائي شنو الموضوع شنو اللي صاير قالوا المتوفي هذي ابنة هذا الرجل وهذه البنت الثاني منه قالوا هذي زوجته واستغربوا من أنه هذي زوجته بين عليها أصغر من بنته المتوفية بدأوا يحققون في الموضوع وقالوا لك القصة ممكن يكون فيها شبهة جنائية في البداية يعني بما أنه هذي زوجته صغيرة في السن وبنته بعمرها وهذه البنت نايمة بغرفة نومها وقالوا لك يمكن شغلة غيرة وشغلة حقد أنه هذه حقدت على بنت زوجها ويمسكون عذراء هذاك اليوم قالوا يا عذراء شنو اللي صار قالت والله هذا الشرشف أصلا كان عاطل وأنا طلبت من زوجي أنه يصلح لي لأنه قاعد عاني من البرد الشديد ويا الله قدروا يتفاهمون هما وعذراء لأنه سمعها ثقيل البنت وتبين من خلال تقرير الطب الشرعي أنه البنت متوفية بسبب الصعق الكهربائي صعق يستجوبون فهيم شنو اللي صاير شنو الموضوع اللي حاصل معاه ليش داخل فيها الحالة الهستيرية انهيار عصبي فهيم تم إسعافه إلى أحد المستشفيات لأنه أصبحت حاله حرجة وصعبة جدا بعد يوم يومين ثلاث أسبوع زمان البنت عذراء محجوزة على ذمة التحقيق ويقومون رجال الأمن اشتبهوا في الموضوع وقالوا لك ليش هذا الرجل حالته غير طبيعية وصحيح المتوفية بنته لكن وضعه يعني فيه شبهة ولما سألوا عنه انه شنو يشتغل قالوا وهذا يشتغل كهربائي قالوا لك لا بالله الموضوع فيه انه ولما سألوا من هين ومن هناك واستجوابات والسؤالات عن طبيعة البنت هذه عذراء سؤال أهل منطقتها البنت عندها عشيق عندها مشاكل عندها فتبين لرجال الأمن أنه البنت تعاني من ضعف في السمع وشبه أنهم يعني خذوا فكرة أنه هذا فهيم ممكن يكون متورط بهذا الزواج والبنت يعني فيه فرق بين وبينها حوالي 25 سنة ويقومون رجال الأمن يعرضون هذا الشرشف الكهربائي على خبراء من الأدلة الجنائية خبراء في الكهرباء أنه الشرشف هذا شنو وضعه وشلون سوى تماس كهربائي وشلون قتل البنت بما أنه هذا لازم يكون آمن مية بالمية وبعرض هذا الشرشف على أكثر من خبير في الكهرباء وتبين لهم من الوهلة الأولى أنه هذا الشرشف جايته كهرباء 220 وليس 12 فولت وبما أنه هذا يشتغل كهربائي ويروحون يمسكون ويجبونه من المستشفى ويبدون يضغطون عليه ويحققون معاه حالته شوي تحصنت صار يقدر يسولف ويقوم يعترف هذا كل يوم بالجريمة اللي ارتكبها وأنه كان مخطط لقتل زوجته لكن اللي راحت الضحية بنته قمر رحمة الله عليها وبناء على اعترافات فهيم تم تقديمه للمحاكمة وبعد عدة جلسات وروحات وجيات تم الحكم على فهيم في البداية بالإعدام شنقا وأهله وإخوانه وحطوله محامي وبعد استئناف الحكم والحكم النهائي كان السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة كانت هذه نهاية القصة طبعا في النهاية عذراء خذت المؤخر من الرصيد اللي عند فهيم في البنك وكذلك استولت على المنزل وعاشت حياتها بشكل طبيعي وفهمه اللي ماله من اسمه نصيب راح يقضي تالي حياته في السجن مع الأعمال الشاقة المؤبدة القصة فيها الكثير والكثير من العبار لم ياء ما رضيت بفهيم وبعيشة العز اللي كانت عيشتها ورجل مدللها ومستتها لكن كانت شايفة نفسها عليه بشهادة معهد إعداد المدرسين وعلى أنه هو كهربائي بسيط يعني على الرغم من تحسن أحواله المادية بعد ما تزوجها ومه مقصر معاها لكن في النهاية وقعت شك على راسها وخذاها رجل بعمر أبوها وما ما عنده من مقومات الحياة اللي كانت عايشتها عند فهيم يعني بمقدار عشرة بالمية وعاشت حياة صودة جدا عند زوجات أخوانها أما بالنسبة الفهيم الأمور ما تنحل بهالطريقة أنك فقدت حياة بنتك وخسرت حياتك وفوق هذا كله أنه كان السبب في مقتل بنته خطط لزوجته فقتل ابنته وكذلك أبو مريم وأم مريم لما جاء الرجل وخطب منهم المفروض يصارحونه بمشكلة البنت يمكن الرجل كان وافق وقبل بما أنه البنت جميلة جدا وبعمر صغير يمكن يعني قبل ورضى بالموضوع أما أنه يتفاجأ بعدين أنه البنت والله طرشم عتسمع وهذا الأمر سبب له مشكلة وحس حاله أنه مغبون وصديق عمره أو صديقه القديم غشه وضحك عليه فيجب الإنسان أنه يكون واضح في مثل هالأمور وخصوصا في موضوع الزواج هذه ما هي سالفة لعبة ولا بطيخة إذا طلعت بيضة تروح تشتري وحدة غيرها هذا زواج ومشاكل تحصل ويا ما حصلت مشاكل بسبب عدم إفصاح الأهل إن كان أهل البنت ولا أهل الشاب يا ما حصلت مشاكل في مثل هالأمور عندك مشكلة في بنتك ولا ابنك صارحوا فيها صارح الطرف الآخر ابني يعرج ابني نظره ضعيف ابني سمعه ضعيف ابني عنده مشكلة عنده عاها فالأمور يجب أنها تكون واضحة وضوح الشمس وفي النهاية نقول دائما الجريمة لا تفيد ولا مبرر للجريمة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر